بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى شرف المشترين يوم شاء الله نواصل في شابتر 4 نشوف الليكتشر 4 هنشوف فيه نستخدم solve function اللي حل الpolynomial linear algebraic equation and non linear algebraic equation إذن هنستخدم solve لما نجي نكتب بالشكل هذا معناها solve هذه هتحل لنا المعادلة اللي هي المكتوبة في ال quotation mark الموجودة عندي هنا بالنسبة لمين بالنسبة ل x يكون المجهول بالنسبة ل x يحفظ النتائج هذي فين في ال work space يحفظها باسم ال s نشوف لما يكون عندي اكثر من معادلة واحدة إذن نكتب كل المعادلات واحدة وراء الثانية وبعدين نكتب كل المجاهلة الموجودة داخلها المطلوبة منها والجميع ينحفظ في من ال y1 حتى yn نحفظ في ال work space بهذا الاسم لاحظ هذه المعادلة ودعنا نحلها بس مش باستخدام ال roots زي ما حلناها في المحاضرات الماضية لا حنستخدم فيها solve function لاحظ هنا ما نحتاج ترتيب ما نحتاج ترتيب المعادلة هذي ولا نبدأ من اعلى power ولا ولا شيء وبس نستخدم solve function نحط quotation mark هنا نكتب داخل هذه المعادلة زي ما هي هذه المعادلة الموجودة عندي هنا وبعدين نقول انه المجهول بالنسبة الي هو x والنتاج ودي هاته نحفظ فين في x في ال work space اذا حيعطيني ثلاث حلول قلنا ليش ثلاث حلول لانه هذه المعادلة من الدرجة ثالثة اذا شفنا كيف ممكن نحل معادلة بولينوميا هلا نشوف كيف ممكن نحل معادلة خطية system of linear algebraic equation مباشرة بنفس الطريقة استخدم اللي هي function solve اكتب المعادلات الموجودة عندي واحدة وراء الثانية المعادلات كلها الموجودة عندي موجودة عندي هنا معادلتين وبعدين بقوله انه انا احل بنسبة المين مش بس بنسبة ال x بنسبة ال y واحفظهم اللي في ال work space باسم x و y يعطيك x equal 1 y equal 2 شوف مثال اخر هذه المعادلة ما نقدر نحلها لا باستخدام ال roots ولا باستخدام ال inverse function ولا باستخدام ال back slash my اللي احلها الا باستخدام solve لانها معادلة غير خطية ليش غير خطية شوف فيها هنا x تربيع وهنا فيها x y اذا هنا في solve function ما لها قاعدة خاصة بها لا نفس طريقة اكتب المعادلة حطها بين quotation mark افصل بينها والمعادلة اللي بعدها بفاصلة هنا احط الثاني في quotation mark وبعدين x وال y تنحفظ اللي في ال x وال y هنا عندي ال x تساوي واحد وثلاثة اوكي لان المعادلة ما هي معادلة خطية ال x تاخذ اكثر من قيمة وال y تاخذ كمان اكثر من قيمة اوكي لاحظنا احنا قلنا انه نتيجة تنحفظ في ال work space انا هنا كم عندي مجهول عندي اثنين مجهول x وال y اذا ما اعطيت انت الا s وحدة فهو حيحفظها لك في ال work space بهذا الشكل فالمفرد ما تفكر انه خلاص هذه هذه فيها خطأ ولا شغل زي كده لا 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 اذا اودك اطلع الحلول هو الماتراب هيعطيك لما تضغط انتر على هذه المعادلة هنا هيعطيك بهذا الشكل اذا كيف اطلع الحلول هذه اطلع قيمها اطلعها اروحها لل work space اروحها لل Command window احطلوا s.x يعطينا الحل الاول ليهو قيمة الاكس احطلوا s.y يعطيني ليهو قيم الطبعا ممكن نحل بها نوع اخرى من المعادلات زي المعادلة هذه بس بنفس الطريقة كتب المعادلة يعطيني الحل يعطيني الحل بهذا الشكل ممكن كمان استخدم اللي هي trigonometric functions نفس الطريقة يعطيني الحل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته